جوز كلامة بشؤون اجتماعية ما تخنق معه على هالشغلة ما عاجبته وهديك الشغلة ما لازم تكون هيك لك حتى شرط المرور بالشارع تخنق معه طيب ليش هو شو مشكلته يا ستي المشكلة انه موقف راتب التقاعد وما بيعرف ليش رحنا عوزارة شؤون اجتماعية قال انه هو كان لازم يراجعون من اول ما وقف الراتب فوق هذا كله ضايع ملفه بالوزارة وما كانوا يلاقولوا يا وهو ما في على لسانه غير انا خدمت هالبلد اربعين سنة هيجازاتي انا وقت كنت موظف بالدولة هيك كنت ساوي هيك كنت اعمل هيك وانا اقل له يا عمي لك طول بالك لنفهم شو القصة وهو ينبحت اكتر ما خلاني اعرف كحكي كلمتين مع حدا من كتر ما سق ونق طول بالك ابو فاكر يعني زلمة عمره سبعين سنة شلون بدك يا يطول باله بعدين والله لحق معه يعني بالفعل الزلمة خدم البلد اربعين سنة بشان بالاخير ما يلاقي لا اهتمام ولا رعاية لا وحتى ملف تقاعده يضيع يعني بدل ما تتوفر له خدمات اضافية ونوادي ونشاطات يشغل حاله ويعبي وقته فيها بيعبي وقته بالركض وراراته بالتقاعد يلي بأحسن الاحوال ما بيطعمه وبيشربه لخمسة عشر شهر والمشكلة هلأ صارت اسوأ بعد ما نص شباب البلد سافروا والنص التاني عم بيقاتل هاد غير الشباب يلي راحت بشربة مي بين اللي ماتوا واعتقلوا بقى كتير كتير من كبار هالبلد ما اضللهم حدا يعني بالدول يلي بتحترم حاله هادول الفئة من الناس بتحمل مسؤوليتهم الدولة مو بيخلوهم يحسوا حالهم عالي على راهبينهم واللي حواليهم لك ايه مظبوط مظبوط كلامك بس يعني انا شو زنبي اذا المسنين بهالبلد مهمشين وما حدا مهتم فيهم ومشاكلهم واسلوب حياتهم شو اعمل انا مو زنبك بس بما انه عمك بدك تطول بالك عليه لانك بتعرف انه لحق معه لك والله لحق معك والله فهمان المشكلة انه بالاخير طلع خلقي عليه ان شاء الله ما يكون زعل مني ايه قوم لك عم قوم اتصل فيه وطيب خاطره مين ابن حلال هاد عمي رح رد عليه وروقه اهلين عم لك الله يسامحك لو ورضيت تجي معنا يعني كنا نتغدينا هيئم جوزيف طبخة فاصولية ورزبة طيير العقل ايه اعمي مو مشكلة مو مشكلة امرني شلون بدك اسماء الموظفين اللي وقفنا عندون كلون بس انا ما بعرف اسماء اللي عرفنا اسماء يعني ما ضلوا ببالي اتذكر ضروري طيب رح حاول اتذكر كده بعينك هلأ بدك ياهن عم طيب بس والله يعني هلأ ما أنا متذكرون بس فهمني عمي شو بدك منهم قد تشتكي عليه هون الى عمي كتير زودت لك هذا الموظف شو دخلوا اذا الدولة بحد ذاتها متنصلي من مسئوليات تجاه المتقاعدين والمسنين لك عمي رح تجنني رح تقالي علي لك شو دخل الموظف تشريكي عليه وتخرب له بيته يا سيدي يقول لك تركه تركه بكرة رح يتقاعد ويصير مثلك ويصير فيه اللي عم بيصير فيك والله يا عمي الشكلي أنا اللي رح انجلت قبلك وتصير اعظامي مكاحل جوز كلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة